بعد 19 عاماً من التدمير الممنهج للقطاعين الصناعي والزراعي كشفت موجة غلاء الأسعار العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا عن هشاشة واضحة في الأمن الغذائي العراقي وهي لحظة التقطتها أحزاب السلطة وميليشياتها التي خسرت جزءاً كبيراً من مغانمها لاستغلال موجة الغضب الشعبي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فقامت بتحشيد الشارع العاجز معظمه عن تأمين احتياجاته الغذائية والترويج أن حل هذه الأزمة مقرون بضرورة فتح المعابر مع إيران والسماح للبضائع بالتدفق باتجاه الأسواق المحلية إذ كشف الناشطون في البصرة أن تظاهرات التي احتشدت أمام معبر الشلام شامون ددة بقرار إغلاق المعبر إنما هي تظاهرات لعناصر الميليشيات الموالية لإيران وبما يؤكد حديث الناشطين عن كونها تظاهرات ولائية هي حمل صور أبو مهدي المهندس وأعلام ميليشي الحجد ويضيف الناشطون بأن هذه التظاهرة هي وسيلة ضغط في سياق الصراع بين فرق العملية السياسية الطائفيين وإن كان ثمنه تجويع الشعب العراقي أو زيادة اللعب على كاهله المعيشي المثقل أصلا ولسيما بعد تجريف القطاعين الزراعي والصناعي رغم أعلان وزارة الزراع اكتفاء العراق ذاتيا لأربع وعشرين مندة زراعية وعدم الحاجة للسيراد لتواصل الميليشيات الولائية عدم أي فرصة لإنعاش اقتصاد العراق وبالتالي ابقى الباب مشرعا أمام تدفق البضاع الإيرانية رديئة الجودة ومنتهية الصلاحية والمسدد أثمانها بالعملات الأجنبية وهما يعني ترسيخ الهيمنة الاقتصادية الإيرانية وتعزيزها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية